اشتركوا في القناة على هذا النشاط اللي موجود على القناة من لايكات ومن كومنتات ومن شغلات يعني بترفع الرأس طبعا انا بقرأها جميعها ولكن انه اذا بدي احط لايك وقلب لواحد ممكن ما ارجعش لبعد 4-5 ساعات فبكون واحد معلق وانا ما بحط اللوش فبزعل مني مش عارف كيف احل هالمشكلة هاي احط لما حط ان شاء الله منلاقي لها حل في الايام الجاية ولكن انا بقرأ جميع التعليقات اللي موجودة وفي عندي ملاحظة حاب اني اعلق عليها حكينا فيها قبل هالمرة بس بدي اعيدها كمان مرة لانه في ناس البين انه لانه ما بسمع المقدمة فبيفكر اني انا ما جاوبت وبظلي لحد ما اكتبله ايها تحت وانا مش رح اكتبها اساسا انه التوقعات بتشبه بعض برضو بنرجع بنحكي نفس الجملة الكواكب موجودة في نفس المكان لما ليش احنا بنحكي وين الكواكب موجودة يعني ما بعطيني التأثيرات الا حركة القمر لانها هي اسرع اشي بنتقل كل يومين بنتقل من منزلة لمنزلة فعشان هيك التأثير بكون طفيف جدا على التوقعات بين يوم والثاني ممكن التوقع بين يوم والثاني يصير على اربع منازل وممكن يصير على منزلتين وممكن يصير على منزلة وممكن ما يصيرش ولا على منزلة ما عندي قدرة عشان انا ابتكرلكو كلام جديد عشان يختلف عن اليوم اللي قبله انا بحكي ارتجالي والله بحكي ارتجالي والله بفتح القرطة الفلكية زي ما بشوفها زي ما بقرأها فما بعرف انا شو اللي قلت انبارح ولا بعرف شو اللي انا راح احكيلكو يا بكرة وصلت المعلومة فانا مش انه والله هي صيغة يعني بتختلف الصيغة جايك مصاري بتربح مصاري فيه مكاسب مالي ايش احكي فهي هي نفسها عشان هيك يعني اعذروني انه انا بحكيلكو ياها بنفس الصيغة لانه ما راح اقدر اغير فيها مش تبع قواعد لغة عربية انا عشان العب بالكلام والموزون وقالف قصيدة شعر كل يوم على كل بيت يعني مثل ما هي القمر لما بنتقل بدو يومين وربعوهو موجود في كل بيت فعشان هيك احتمالية انك انت تشوف التوقعات متشابهة لمدة يومين ولكن انه بتختلف في الصيغة انه هل هو ايجابي ولا هو سلبي البيوت هاي ايجابية ولا سلبية الضغوطات بتكون موجودة ولا ما فيه ضغوطات في البيوت هاي هاي اللي احنا منحكي عليها هاي اللي احنا منقدر نغير فيها ولكن غير هيك ما فيه راح يكون تغيير يعني عادي جدا يا حاب تيجي كل يومين تسمع اسمع كل يومين بدك تسمع كل يوم انت مهتم انك تعرف كل يوم بدقتها خذها كل يوم وكمان انا بحكي توقعات تنطبق على الطالع وتنطبق على البرج اسمع طالعك واسمع برجك اللي بتشوفه اقوى بتأثيره عليك هو اللي خذ فيه شفت الطالع هو اللي بنطبق عليك في توقعات خذ الطالع شفت البرج هو اللي بنطبق عليك خذ البرج بس انه البرج ولا طالع اسمع برجي ولا طالع ما هي نفسها هي انا بقول لك اسمع اثنين انا بحكي لك اسمع اثنين انت بدك تسمع الغالب اسمع الغالب وبس وهيك خلينا نكمل ندخل في توقعات اليوم عشان ما نطول بالحكي اليوم توقعتنا اليوم الجمعة ستة ثلاثة القمر اليوم رح ينتقل عشان هيك اليوم رح يكون في تغييرات الحمد لله بسيطة جدا في البداية خصوصا القمر رح يكون في السرطان ورح ينتقل للأسد رح يكون في منزلة الجبهة المنزلة هاي ممتازة للصلح والاتفاق الشراكة والضغط على العدو يعني للمواجهات بس انا ما بنصح بالمواجهات لانه في كواكب ضغطة ممكن تصير لحدية وعصبية ومشاكل وينفع للواحد ويروح له عمل مصيبة بالنسبة لزوايا الفلكي اللي رح تتشكل ما قبل خلو المسار وبرضو في نفس اللحظة ما بعد الحلقة مباشرة يعني بساعات هي اول زاوية رح تكون تقابل سلبي بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة اربع وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش مساء في هاي الزاوية يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما الزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية برضو بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة احداش وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء او افراد العائلة الزاوية التي تليها رح تكون في ساعات الصباح هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وزحل لاحظوا انه تقابل 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 بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة سبعة و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش نواجه مصاعب وعراقيل تطلب مننا ان نبدو الجهد عشان نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض يفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا هاي رح تكون اخر زاوية في فترة قبل خلو المسار بعدين خلو المسار رح يكون بالسرطان الساعة سبعة و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة 9 و 27 دقيقة قبل الظهر بعدينها يعني هاي طبعا احنا حكينا ان خلو المسار لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بما انه توقيت صباحا بسبعة جرينتش يعني ساعة تقريبا تسعة و 10 دقائق بتوقيت الاردن وبانتهي الساعة 11 و 27 دقيقة بتوقيت الاردن يعني بتيجي في عز الصباح ما قبل الظهر ماشي طيب الآن القمر الساعة 9 و 27 دقيقة بيكون انتقل واستقر في الاسد وبلش يعمل اول تحركاته بالنسبة للتأثيرات علينا لما بيكون القمر بالاسد على كل الابراج بيكون الناس من حولنا في هذه الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من ناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واختناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة تلفت انتباه الاخرين قلنا بعدها ما انهينا عن ايش التأثيرات في زاوية راح تتشكل هي تقريبا يعني بتيجي في منتصف النهار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة هاي راح تكون في تمام الساعة اتناعش بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ثنتين بتوقيت العراق الساعة ثلاثة اللي ما قبل العصر اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفي اذ يتجه الى التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب لاحظوا اربع زاوية كلها تقابل ثلاثة واحدة تربيع يعني زاوية سلبية عشان هيك يغلب على التوقعات السلبية اكثر من الايجابية يعني التحذيرات بتكون اكثر في زاوية راح تكون طبعا ما بعد حلقة بكرة ما راح نحكيها بكرة ان شاء الله بنحكيها اللي زاوية برضو تربيع راح تكون بين القمر وارونوس بالنسبة لخلو المسار القادم راح يكون يوم ثمانية ثلاثة راح يكون الساعة ثمانية واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي يوم الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بيكون انتقل واستقر بالعذراء اذا اضعف الكواكب او اضعف البروجة راح تكون بالفترة هاي او اكثرها لازم يكونوا حذر اللي هم الجدي والدلو والعذراء هسا بيجوا تبعين العذراء ايوة نق علينا تبع النحس وتبع المش عارف ايش هون احنا قاعدين منحكي انو القمر صار في الاسد يعني بيت متاعبكو الجدي بالنسبة لالكو يعني سلامتكم الدلو مقابلو مباشرة الحوت البيت السادس ايش من وين انا اجيب هي هيك هيك العلم بيحكي عمر القمر في اه طبعا اليوم القمر احدب اه 12 يوم راح يكون في تمام الساعة 11 و 58 دقيقة ظهرا اه بتوقيت جرينيتش بكمل 13 يوم نسبة الاضاءة بتيجي بين 80 في المية 85 في المية مزاج الكواكب اه طباعها تحركاتها خلال الغد والفترة القادمة الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة مزاج ممتزج القمر في السرطان وبعدين راح ينتقل الاسد لغاية ثمانية ثلاثة المزاج سعيد اه عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم عشر ثلاثة المزاج منتحس الزهرة في الثور حتى ثلاثة اربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجدي مزاج سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمستاش ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الثور مزاج سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الحوت مزاجه سعيد بلوتوف الجدي حتى 25 أربع وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجدي مزاجه سعيد أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مساكنكم حتى ساعات الظهر بعدين بتصيروا تبحثوا عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظة سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات اول اشي كان القمر في بيتك الرابع الان انتقل صار في بيتك الخامس بيت الحظ والعاطفة هذا الامر رح يكون ممتاز جدا لكم خلال اليومين القادمات اما بالنسبة للوضع الشخصي فشخصيتكم ما زال في نوع من العصبية والحدية السبب ان الشمس موجودة في بيت متاعبكم يعني اذا بدأ اشرح لكل واحد وين الكواكب موجودة وهاد والله بدي حلقة يمكن ساعة فانا بختصر بدون ما اشرح هاي المقدمات بعطيكو الصافي خدوا الصافي بدون ما تخلوني انا استرسل في الحكي لانه كثير البيت الثاني ممتاز يعني بلشت الامور تنشحن فيه فيه ايجابية ولكن الزاوية اللي موجودة اللي حكينا عنها بين الزهرة والقمر شوي لانها تربيع فبتضعف الزهرة فعشان هيك الحضوض المالية لسه ما دخلت بأوجها فعشان هيك منلاقي انه يعني فيه فرص ولكن لللي بيشتغلو خصوصا في العمل الاضافي ممكن بعضكو يحصل على هدية اما بالنسبة للبيت الثالث فبنشوف انه الامور برضو اليوم عندكو تحركات واتصالات كثيرة عندكو نشاط عندكو تواصل مع المجتمع بشكل كبير تقدروا تقنعوا اي شخص بوجهة نظركم سرعة بديهة عالية اللي عنده امتحان رح ينجح واللي عنده اهتمام بالسيارات او التلفونات ممكن يهتم يا بتصليح سيارته يا بشراء سيارة اما بالنسبة للبيت الرابع فبتركز على البيت ايجابي هو ممكن تهتموا بالبيت بصيانة البيت باحد افراد البيت بواحد من الاخوة بواحد من العائلة بافراح لها علاقة في البيت يعني كل شيء العلاقة في البيت هو المهم ممكن ترتيبات تصليحات ممكن قسقصة شجر حفرة ارض شغلات زي هيك كلها رح تكون جيدة ولصالحكو بس اللي بيدوروا عذهب مش رح تكون لصالحكو بالنسبة للبيت الخامس طبعا القمر ببقى انه بدي انتقل في ساعات الظهر معناته الوضع العاطفي رح يكون باوجه فيه اشياء ممتازة رح تكون لالكم بتقدروا تستغلوها بكل الاتجاهات العاطفية من رومانسيات وتطمينات وانفراجات ونجاحات اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور رح تكون جيدة على مستوى العمل تقدروا تنجزوا كثير من الاعمال الموكلة لالكم تقدروا تهتموا في صحتكم او صحة احد المقربين لالكم الوضع ممتاز على مستوى العمل اللي بدو يقدم لوظيفة او لشغل اليوم مناسب اما بالنسبة للبيت السامع السامع اما بالنسبة للبيت السابع فاليوم برضو ايجابي جدا في قدرة على التفاوض مع الشركاء بطريقة قوية جدا تقدروا تقنعوهم بوجهة نظركم او تطرحوا فكرة او مشروع معين او تتناقشوا حول عقد معين ويكون الامر برضو جيد لصالحكم اما بالنسبة للبيت الثامن فبيحذر من المصاريف للزيادة يعني حاولوا انكوا تحدوا من مصاريفكم والتزاماتكم المالية او المطالبات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور ممتازة جدا على مستوى السفر تجديد الاقامات تأشيرة سفر تجديد جواز سفرك امتحانات جامعية على مستوى اتصالات خارجية اتصالات مع اجانب استيراض تصدير حتى اللي عنده جلسة في محكمة لقضية برضو رح تكون لصالحه هذه الجلسة مش القضية اذا الحكم بكرة بكون لصالحه ولكن اذا في جلسة بكرة بتكون لصالحه اما بالنسبة لبيتك العاشر فاليوم اقل ضغط على بيت السمعة يعني تخف الضغوط عليك بشكل واضح تماما بتقدر تتحرك باي اتجاه العلاقة بالعمل او علاقة مع المسؤولين او زملائك بالعمل تقدر تصلح اي خطأ صار بالايام الماضية يحاول انه هيك نوع من التشويش يشوش على سمعتك بتقدر انك تصلحه خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور حادة مع العلاقات او المعارف او الاصدقاء في نوع من نوع الحدية ممكن صير مشكلة او في مشكلة ما بينك وبين احد الاصدقاء او مستاء من تصرف احد الاشخاص فعشان هيك عندك نوع من نوع الحدية في علاقاتك ومعارفك اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه ما زال ضاغط هو رح يظل ضاغط طول الشهر ولكن انه قوة الضاغط هذا مستمرة لغاية تقريبا منتصف الشهر فعشان هيك اللي بده يعرف التواريخ بقدر يرجع على حلقة الشهر هذا الروابط موجودة في صندوق الوصف لكل الابراج بقدر يسمع برجه ويسجل التواريخ لكل بيت ايش الاجابة وايش السلبي على طول الشهر فعشان هيك بكون ضاغط اللي حابب انه اليوم يبدأ بخطوة مهمة يحاول انه يرجعها اكثر من مرة اهتموا بصحتكم انجزوا الاعمال الضرورية لكم ما تدخلوا باي مواجهات عنيفة او مخالفات قانونية او 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 الى ما للنهاية من اشياء تطلب نوع من الحذر او عكسها بشكل خطر عليكم حاولوا انكم تتجنبوها في هذه الفترة برج الثور القمر طبعا موجود في بيتك الثالث بدو ينتقل لبيتك الرابع فعشان هيك في لغاية ساعات الظهر من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يركز جيدا اما في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عمل منزلي او حدث عائلي يلفت انتباهك في خلال هذا النهار تنصب نظرتك للبيت او الاهتمام بشؤون عائلية بشكل مباشر طيب خلينا نشوف الخارطة الفلكية ونشوف ايش المجريات طبعا بالنسبة لبيتك الاول برضو اليوم نفسيتك احسن عندك طاقة ايجابية اليوم مشحون بطاقة عالية جدا بتقدر اليوم تنجز كثير من العمال الموكلة لا اليك بتقدر تتحرك باكثر من اتجاه وتهتم في نفسك بشكل مباشر اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم تقدر تحصل على اموال من عمل اضافي او هدية او ممكن نوع من انواع الدعم برضو ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثالث بيت التناقلات والاتصالات والمقابلات والامتحانات والسفريات والنزهات والرحلات كل هذا ايجابي كله رح يكون جيد ممكن بعضكم يهتم بشرة سيارة او جهاز نقال او جهاز كمبيوتر او شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات الامر رح يكون برضو لصالحهم اما بالنسبة لبيتك الرابع فاحنا ذكرنا الاهتمام العائلي او البيتي او في احد افراد العالي او في عطل منزلي او في شيء رح تكون الامور ايجابية يعني اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ لا حظ ولا ولا سلبي موجود فيه فعشان هيك امورك العاطفية بتتعامل معها على حسب الطبيعة اللي انت عايش فيها اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور ممتازة للي بدي يقدم على عمل اليوم تقدروا تنجزوا كثير من اعمالك المكللة لكم تتعاونوا انتوا احد الزملاء في حل مشكلة او حل عمل معين بطريقة ايجابية ولكن بدكوا تنتبهوا بدون عصبية اهم اشي بدون عصبية وبدون مشاكل مع زملائك او رأساك في العمل لا تخلي الاعمال تتراكم حتى لو يعني صار فيه نوع من انواع جهد لزيادة المهم انه تنجزوا الاعمال المكللة لكم اما بالنسبة لبيت الشراكة فهو فارغ لا في ضغط سلبي ولا ايجابي تتعاملوا فيها على طبيعتكم مثل تكوينكم انتوا لهم اني انا شايف فيه شوية سلبية ولكن ما راح اعيرها انتباه بالنسبة للوقت تعها اللي هي مع خلو المسار يعني حاولوا انحصل اي شيء انه مسكوا عصابكم من العصبية اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بشجع على الامور المالية اكثر فبصير الفرص لمكاسب مالية من عمل اضافي او من شراكة او من تعويض راح تكون ظاهرة على الساحة في منكم ممكن ياخذ قرض من بنك او يتجه انه يستلف من اشخاص او يسلف اشخاص نقود الفترة هاي ايجابية وبتضمن الحقوق في منكم ممكن يجد اشي كان ضايع منه او يسترد دين قديم من شخص كان غلبه اما بالنسبة لبيتك التاسع فهي الاخر يوم حضوض بقوية طبعا راح تكون اللي هو باتجاه السفر البعيد الاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية المقابلات الجامعية حتى اللي عنده جلسة لقضية قضائية خلال اليوم برضو راح تكون لصالحه حاولوا انه انتو تستغلوا هذا اخر يوم لتجديد الاقامات او طلب تأشيرة او في امور الها علاقة بالسفر البعيد لانه هي قوية جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال ضاغط بقوة عليك فعشان هيك بدك تحاول انك انت متخلفش القوانين وما تدخل في اي شيء مشبوه حاول انك انت تركز بشكل جيد بعملك بطريقة تواصلك مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وما تخلي الاعمال تتراكم عندك حافظ على سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور يعني جيدة شيئا ما ما هي بروتينها بعلاقاتك العامة واتصالاتك يعني بتتعمل معها بالطبيعة اللي انت بتتعمل فيها ما فيها ايجابية وما فيها سلبية فعشان هيك الامر على الطبيعة بطريقة التعامل ولكن دير بالك انه انت تحتد او تتهور او تندفع بس واحد زي ما بحكوها يحاول يستفزك انك بتقدر تعمل هاي الشغل ولا ما بتقدر تعمل هاي الشغل فتروح تعملها فانت تورط في المشكلة حاول انك ما تدخلش في المراهنات اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف انه برضو ضغط موجود فعشان هيك بدك تدير بالك من بيت المتاعب في انجاز اعمالك وتهتم بصحتك وتراقب وضع صحي قديم ممكن تهتم بصحة احد المقربين لا اليك او زيارة لمستشفى او لا احد السجون او تهتم في قضية معينة لشخص معين العلاقة بمستشفى او بسجن يعني بدي يكون في نوع من انواع الانتباه وعدم مخالفة القوانين احاول انك تراقب وضعك الصحي خصوصا وضع صحي قديم اذا شعرت باي شيء راجع طبيبك وحاول انك انت تريح نفسك بدون اجهادات برج الجوزاء تجنبوا شراء اي حاجية ثمينة حتى ساعات العصر يعني او ما بعد الظهر لانه بعد الظهر بتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا اكثر وعي على الطرقات القمر كان موجود في بيتك الثاني الى ان انتقل لبيتك الثالث بيت الاتصالات والتنقلات والامتحانات وبدعمك بشكل ايجابي بالنسبة للخارطة الفلكية البيت الاول جيد يعني ومشابها النفسية لليوم اللي سبقه اليوم امس بتلاقي انه نفسيتك جيدة بتهتم في حالك عندك نشاط قوي جدا ثقة في نفسك عالية جدا تقدر تتحرك باي اتجاه انت بترغب له انت واثق من حالك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور المالية جيدة ولكن عملية الانتقال للقمر وخلوه المسار وهذا دائما بتورط انه الواحد بيشتري اشياء وبعدين باندم انه هو اشتراها يعني لا بتكون شغلات مش ضرورية فعشان هيك منقول انه تجنبوا شراء اي شيء ثمين خلال هذا النهار يعني في منكم ممكن يحصل على اموال تيجي من عمل اضافي او ممكن تيجي من هبا او نوع من الهدايا اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه فعليا اليوم عندك نشاط كثير رح يكون في اتصالات مواصلات نشاط فكري محاضرات ندوات النقاشات بكل شيء انت اليوم رح تكون مبدع يعني حتى طرح وجهة نظرك تقدر توصل الفكرة اللي بدك اياها بالطريقة اللي بدك اياها اما بالنسبة لبيتك الرابع فما زال بعض الاهتمامات للمنزل الموجودة عندك في عندك نوع من الارتياح بتعاملك مع احد افراد المنزل وممكن تهتم بقضية او بمشكلة معينة او بحدث معين باتجاه البيت فيكون يطلب وتواجدك بالنسبة لبيتك الخامس ما زالت الامور العاطفية موجودة ولكنها ضعيفة جدا فبقدر اقول انك انت بتتعامل على روتين العلاقة لا بقوة يعني اندفاعية ولا ببطوء يعني قادر انك انت تتعامل معها بنوع من انواع التوازن ولكن ما تغامر في الحضوظ اما بالنسبة لبيتك السادس فما زالت الامور اللي بالها علاقة بالعمل صحيح رح تنضغط بالعمل اليوم خصوصا لغاية ساعات الظهر ولكن ما بعد الظهر الامور بتصير طبيعية بتقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة للك وبتقدر انك انت تراقب وضع صحي اليك او لاحد المقربين اما بالنسبة لبيتك السابع فامور الشراكة جيدة جدا حتى انك بتقدر اليوم اذا حاب تستلف من احد الشركاء ماليا او عاطفيا اليوم تقدر تتجه بهذا الاتجاه يعني واحد ياخد من زوجته او زوجي تاخد من زوجها او نوع من انواع اه العطايا او او كسب المال وممكن برضو تناقشوا مشروع معين او فكرة معينة لاجل توقيع عقد او تطوير عمل او بداية عمل لكن ما بنصح على توقيع عقود بالفترة هاي بما انه عطارد بيتراجع اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف الامور ممتازة جدا على اه باب اه الاموال ممكن انه تحصل على مال من شراكة او تعويض او سداد دين او قرض او عن طريق اه استردادات مالية من الدوار الحكومية اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه يعني شوي في نوع من انواع الضغط على شيء له علاقة بالامتحانات خصوصا في ساعات الظاهرة فعشان هيكي بقولك انه حاول انه انت اه اذا عندك امتحان او سفر في ساعات الظاهرة انه ما تعتمد على الحظ كون قبل موعدك في المطار حاول تتفقد اغراضك حاول انك انت ما تتهورش وما تندفعش اثناء القيادة اذا عندك امتحان حاول انك انت تركز اه بدون ما تعتمد على الحضوض يعني هيك بدأت تكون الامور لانه في الايام القادمة رح يكون في ضغط سلبي فعشان هيك بتكونوا حذرين اما بالنسبة لبيتك العاشر فما زالت الامور ضغطة على بيت السمعة بقوة فعشان هيكي اي شيء بشوه السمعة حاول انكم ما تدخلوا فيه ما تغامروا خلال الفترة هاي لانه رح يأذيكم بشكل مباشر حاول ما تخلي الاعمال تتراكم عندك حاول تتواصل انت احد زملائك او رؤسائك بالعمل بدون عصبية لترتيب الامور العمل ممكن انه ما يتجاوبوا معك فهذا يثير حفيظتك ويخليك تعصب فحاول انك تمسك عصابك اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه على مستوى العلاقات العامية ما زالت الامور متوترة فممكن انه الامر يعمل فراغ او فجوي ما بينك وبين احد المعارف او العلاقات او الاصدقاء حاول انك تمسك حالك وتمسك عصابك من التهور او الحكم النهائي يكون على الشخصات تروى قليلا يابل ما تصدر حكمك اما بالنسبة لبيت متاعبك فما زالت الامور ضغطة على بيت المتاعب اه يعني بتطلب منك انك انت تنجز الاعمال الضرورية بتراقب وضع صحي قديم عندك اه اذا احتاج الامر انك تراجع طبيب راجع طبيبك ولكن انه في المقابل بدك تكون اه حذر اه من تراكم الاعمال حاول انك ما تأمن حدا على سرك وانك تتعامل بخصوصية شوي خلال هذه الفترة والفترة القادمة برج السرطان يعني القمر موجود عندكم وبدين تقل لبيتك الثاني اه ان يعني عندكم نشاط مع هيك واصلوا عمل بداتهم في من قبل ما تبادروا بعمل جديد في ساعة الظهر او ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على ما لكم من الضياع او السرقة لانه القمر راح يكون في البيت الثاني فطبعا هو راح يحذر على النقاط هاي اما بالنسبة له الخرطة الفلكية فمنقول لك انه البيت الاول ذكرناه انه زي ما حكينا بالبداية وبعدين انتقالوا للبيت الثاني هسا بنحكي عن البيت الثالث بتكون تنتبهوا اثناء القيادة والتنقلات حول ما تعتمد على الحظوظ اثناء النقاش ممكن يصدر منك بعض الكلمات تكون مش في مكانها ما تعرف توصلها بالشكل الصحيح او ما تعرف تعبر عن رأيك بالشكل الصحيح فعشان هيك ممكن تجرح اللي بالك بطريقة غير مباشرة فيعمل هذا الشيء على احداث فجوي ما بينك وبينه او انه ياخذ اه موقف من تصرفك حاول انك تكون حذر اه بطريقة كلامك اه ممكن اليوم يكون عندك بعض التحركات والاتصالات ممكن يفكر حدا منكم يطلع في رحلة او نزهة الجو اه رح يكون فيه ايجابية اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه ما زالت الاهتمام على مستوى البيت اه موجود اهتمام بصحة احد المقربين او باحد الاشخاص الموجودين في البيت او مناسبة على مستوى البيت بتلفت انظارك بتطلب حضورك يعني الامور ايجابية بشكل كبير على مستوى البيت بتقدر تتعامل معها بعقلانية اكثر ولكن احذر من العصبية اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه فارغ تماما ما فيه لا ضغط ولا عصبية في الموضوع الا في ساعات الظهيرة شوي بدك تمسك عصابك ما تنفع لتروح لانتي حاكي كلمة تستفد شريكك او حبيبك في في كلمة تحدث فجوة او نكت طول اليوم اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور على مستوى العمل شوي انت تتكاسل فيها يعني زي اللي عنده نفس وما عنده نفس حابب يعمل ومش حابب يعمل بنجز العمل بس انه يعني ليش انا يعني ما بقدر اجله شوي ما انا قادر اني اعمله حاول انك تنظم امورك وانجز الاعمال اول باول ما تخليها تتراكم عندك وحاول انه تهتم بصحتك شوي وممكن تهتم بصحت احد المقربين لايلك اما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية فانا شايفها حادي جدا عشان هيك قلتلك في البيت الخامس حاول انك تكون حذر من كلامك عشان ما تحدث فجوي ما بينك وبين شريك العاطفة او شريكك في المال وتقبر المشكلة وتصل لمرحلة انتو ما تقدروا تعالجوها ما في داعي لاثارة المشاكل او الموضيع اللي ممكن انها تعمل مشاكل خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الثامن بدك تدير بالك على مالك من الضياع من النفقات من الامور المجهدة على مستوى الامور المالية ممكن انت تتعرض لصريقة او لعملية نصب حاول انك تكون حذر يعني راقب كل الامور اللي لها علاقة بالامور المالية وحاول انك تفوتر امورك وترتبها بالشكل الصحيح انا عارف ان الفترة هاي فيها ضغط مالي اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف ان الامور على مستوى السفر برضو كمان اليوم ايجابية للي عندهم سفر او عندهم تجديد لايقامة او فيزا او تأشيرة بيقدر انه اليوم يخطو هاي الخطوة وخلص يعني الفترة القادمة بتخف الحضوض على مستوى البيت التاسع اللي عنده امتحان اليوم راح ينجز بشكل جيد واللي عنده مقابلة او مراسلة او اتصالات خارجية راح تكون لمصلحته لصالحه واللي عنده جلسة قضائية برضو راح تكون لمصلحته هذا النهار جلسة قضائية وليس حكم او قضية كاملة تصير انه اليوم ممتازة الجلسة هاي بتكون ممتازة اذا اليوم في حكم على القضية بيكون لمصلحتك اما بالنسبة لابيتك العاشر ما زال بيت السمعة ضاغط بقوة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الامكان ما تحاول تعمل اي شيء يشوه سمعتك وما تخالف القوانين وما تدخل في اعمال مشبوهة اما بالنسبة لابيتك 11 فانا شايف انه الامور جيدة شيئا من هذا النهار للتواصل مع الاصدقاء بشكل روتيني ما راح يكون هالقوة والحضوض ممكن يعني يصير في نوع من انواع تبادل الزيارات او الواجبات العائلية او الاسرية او حتى بالعلاقات العامة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لابيتك 12 بيت المتاعب يعني متقطع اليوم الضغط على بيت المتاعب عندك فعشان هيكي منقول لك برضو انه تنتبه لا شؤونك الصحية خصوصا ان كنت تعاني من وضع صحي قديم او امراض مزمنة راقب حالك ان احتاج الامر انك تستشير طبيبك فاستشيره وما تتأخر حاول انك ما تراك من الاعمال عليك انجز بتقدر عليه من الاعمال وحاول انك تأخذ شوي نوع من انواع القسط بالراحة برج الاسد يعني بظل التعب موجود لغاية ساعات الظهر تقريبا او ما قبل الظهر بعد ساعات الظهر على طول بنشحن الجسم بطاقة بصير فيه عندنا نوع من انواع بصير عندنا عندنا احنا الاسود نشاط وحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات عشان تناسب وضعك الحالي تتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحك يعني حاول قدر الامكان انك انت تستفيد من الايجابية وخصوصا ان القمر راح يكون موجود عندك فهذا راح يعطيك نوع من انواع الطاقة القوية بالتحركات خلال الفترة القادمة اما بالنسبة لبيتك الثاني طبعا بيت المال فشوي راح يكون الامر يعني ما بتحرك بالقوة اللي انت بدك اياها ولكن بكون في بعض الفرص ولكن مش بالشيء اللي احنا بنقدر نعتمد عليه بالفترة القادمة فيه نوع من انواع المصاريف او الضغط المالي او المطالبات المالية ممكن شوي انه منه يصرف فلوسه بالاتجاه الغير صحيح يعني بمعنى اخر انه يعجبه شغلي راح يشتريها مصاريف زائدي بده ينتبه من هاي النقطة اما بالنسبة لبيتك الثالث فما زالت الامور نشطة بالتحركات عندك قدرة حركة عالية جدا في منكو راح يخرج لنزهة او رحلة في منكو ممكن يعمل تنقلات او اتصالات كثيرة او يكون عنده نشاط قلال هذا النهار عندك قدرة عالية جدا لأقناع اي شخص بوجهة نظرك بتقدر تحاول وتناقش بسرعة عالية جدا تدارك المواضيع بقوة اما بالنسبة لبيتك الرابع فالامور شوي راح تكون ضغطة على مستوى البيت فبدك تكون حذر جدا من اي انفعال او عصبية على مستوى البيت حاول انك تمشي الامور بطريقة عقلانية بدون تهورات او تسرع بالكلام او بالردود فاهميني يعني انتم اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو خالي تماما لا في حظ ولا في نحس فانت على طبيعتك راح تتعامل من خلال هذا البيت فاذا كانت الامور العاطفية بينك ممتازة فرح تكون الامور ممتازة واذا كان في بعض المشاكل راح يكون في مشاكل فهي على طبيعة الحال اللي انتم يعني عايشين فيه اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم راح تتحرك باتجاه العمل اكثر تخطط لامور عملية اكثر راح يلفت انتباهك امور في مجال العمل او انتقادات او بتحاول انك تصلح اشي معين او عطل معين في مجال العمل فرح تهتم بهذه النقطة اللي حابب انه يتوظف او يبحث عن عمل الفترة هاي ممتازة جدا وبقدر انه يستغل علاقاته او معارفه للتحرك بهذا المجال ممكن تهتموا بصحة احد المقربين للكم او صحتكم يعني فيه اشياء بدها شوية رعاية اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية ما زالت الامور حادة على مستوى الشراكة عشان هيك بدك تدير بالك من الانفعال او العصبية او التهور او انك تتلفظ بكلمات ممكن تثير مشاكل انتي بيغنى عنها بالفترة الحالية يعني حاول انك انت تتناقش بموضوعية بحكمتك بعقليتك اللي انتي بتقدر تدور الامور فيها اما بالنسبة لبيتك الثامن فاللي حذرته عن البيت الثاني نفس اللي بحذر فيه عن البيت الثامن انه دير بالك من المصاريف الزائدة حاول انك تفوتر امورك وتجدولها بالشكل الصحيح واحذر من المصاريف الزائدة اما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم اللي عنده اتصالات خارجية أو سفر بعيد أو تفكير في امتحانات أو عنده امتحانات أو مناقشات اليوم بيقدر يثبت وجهة نظره بشكل قوي حاولوا تستغلوا هذا اليوم تحديداً للي بده فيزا أو بده يجدد إقامة بيقدر يستغلها بشكل ممتاز جداً لأنه في الفترة القادمة رح يكون فيه ضغط على البيت التاسع فحاولوا أنكم تستغلوا هذا اليوم بالأمور الضرورية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف ما زال بيت السمعة بعمل تحذيرات فعشان هيك حاولوا تحافظوا على سمعتك ما يتخلوا حدا يتدخل في حياتك أو يحاول يفرض حاله في حياتك أنه بده يصلح الحياة هاي ويجيك بوجه الصاحب أو الحبيب أو وفجأة يطلع لغم وبعدين يدمر كل إشي أو يثير المشاكل عليك حاول ما يتخل في القوانين وما تدخل في أي شيء مشبوه حاول أنك تتراقب حالك بشكل جيد إنجز العمال المطلوبة منك بدون ما أنك أنت تخليها تتراكم عندك وما تدخل بمواجهات حادة مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة إلى بيت العلاقات فأنا شايف أن الأمور برضو على مستوى بيت العلاقات ممكن تستاء من تصرف صديق أو يصلك معلومة عن أحد الأشخاص أساء التصرف معاك فتحتد اليوم وتعصب حاول تمسك حالك بدون إثارة المشاكل يعني مشيها اليوم بأي طريقة بتقدر لها خصوصا من ناحية العلاقات العامة ممكن يصير فيه اتصال بينك وبين أحد الأشخاص للمساعدة أو للمشورة أو أنه أنت تستفسر عن أمر معين فهو يشور عليك إيش تعمل يعني بتقدر تستشير أهل الاختصاص أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم أقل حدية على بيت المتاعب يعني شوي بريحك هذا الأمر ولكن إذا شعرت بأي شيء غير إعتياد يحاول أنك أنت تراكب وضعك الصحي استشير الطبيب أن يحتاج الأمر لهذا الموضوع ولكن أنه الأمر إن شاء الله مع وصول القمر بتلاقي الأمور اختلفت بشكل إيجابي برج العدراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء في ساعات العصر بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر وخصوصاً لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ لأنه القمر راح ينتقل من يعني لبيت متعبك فعشان هيك بدك تكون حذر خلال هذا النهار واليوم اللي وراك كمان يعني اليوم وبكرة بدك تكون حذر لحده ما القمر يوصل لعندك بعدين أمورك بتتحسن بالنسبة لبيتك الأول يعني شايف أنا نفسيتك شوي متقلب خلال هذا النهار بنتابك شعور بالضغط أو العصبية أو نقص بالثقاب في نوع من أنواع التوتر عندك حاول أنك أنت تطلع من هذا الجو بشحن نفسك بطاقة إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فأنا بقولك أنه ممكن تحصل على أموال من عمل إضافي أو عن شكل هبة أو مساعدة وفي منكم ممكن يحصل عهدية ولكن عندكم كثير من المصاريف حاول أنك تحد من نفقاتك ما تشتري إلا الشيء الضروري أما بالنسبة لبيتك الثالث بدك تحذر أثناء التنقلات وأثناء السفر أو النقاشات من الحدية والعصبية لأنه الوضع عندك أنت سلبي في البيت الثالث فبدك تكون حذر دير بالك من المغامرات والمجازفات وممكن أنه تهتم بتصليح سيارة أو بجهاز اتصالات وراقب برضو سفريتك وتنقلاتك خوفا من الحوادث أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو فارغ تماما لا في حظ يدعم ولا في نحس موجود فعشانك على الطبيعة بتتعامل مع وضع البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو ضاغط عليك بشكل كبير فهي الفترة فارغة منه الحضوظ تماما وحاول أنك ما توقع على عقد ولا تحسم أمر في خلال الفترة هاي وما تدخل بنقاشات حدي مع الحبيب لأنه الأمور مش إيجابية وسلبية أما بالنسبة لبيتك السادس فهو إيجابي على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك الأمر ممكن يتحرك لصالحك بمكان العمل ممكن تهتم بصحتك أو بصحية أحد المقربين ليلك أما بالنسبة لبيتك السابع فهو ضاغط عليك بشكل كبير بسلبية فحاول أنك تمسك حالك من النقاشات الحدي أو العصبية أو تدخل بمواجهات مع شريكك بالمال أو شريكك بالعاطفي يعني زوج أو زوجي حاول أنك تنتبهوا من هاي النقاط على أساس أنه ما يصير فيه مشاكل وتكبر الفجوة ما بينك وصير فيه خلاف أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور كمان اليوم إيجابية على مستوى السفر على مستوى التنقلات على مستوى المؤتمرات على مستوى النقاشات على مستوى الاجتماعات برضو بتقدروا تستغلوا اليوم اللي بدي يجدد إقامته أو فيستو أو يوخ التأشيره برضو اليوم مناسب ولكن برضو بدك تنتبه أنه بدون تهور ما فيه داعي للتهورات أما بالنسبة لبيت السمعة فبيت السمعة ما زال ضغط عليك فعشان هيك بدك تنتبه من أي شيء بشوه السمعة ما فيه داعي للمجازفات ولا المخاطرات ولا تأمن لشخص بيجيك بوجه الملاك أنه صديقك بحاول أنه بده يساعدك فممكن يغضر فيك حاول أنك تكون حذر من هاي النقاط حاول ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل وإنجز العمال المطلوب منك أما بالنسبة لبيت العلاقات فهو فارغ تماما يعني ما فيه لا حظ ولا نحس في الموضوع فأنت بتتعامل على طبيعتك مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم يا بتتواصل معهم يا ما بتتواصل معهم على حسب ظرفك الاجتماعي ومكانتك بيكون نشاطك أما بالنسبة لبيت متاعبك فما زل ضاغط بما أنه حكينا عنه أنه القمر الآن موجود في بيت المتاعب وحكينا عنه في بداية الحلقة برج الميزان حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ومن ساعات العصر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن شارك في حفلة أو في مناسبة سعيدة يعني القمر موجود في بيتك العاشر وبدو ينتقل لبيتك 11 بيت السمعة وبيت العلاقات فعشان هيك اليوم رح يكون متقلب ما بين أمرين السمعة بدك تحافظ عليها حاول أنك ما تدخل بأي شيء يشوي سمعتك وحافظ على كل إنجازاتك من الضياع أو من التشويه وأما في ساعات العصر بدك تنشط بين الأصدقاء وممكن يكون في نوع من أنواع المشاركة أو تشارك في حفلة أو مناسبة أو في دعوة أو في لقاء أو في اجتماع هاي بيتين حكينا عنهم أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه فارغ تماما اليوم أنت على طبيعتك رغم أنه في ساعات الظهر ممكن تعصب أو تنفعل أو صار في عندك نوع من أنواع الاكتئاب السريع هيك تمشاية حال فحاول أنك ما تخليها تسيطر عليك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم في ضغط على المصاريف ممكن تنهمك اليوم في مشتريات أو في أمور مالية أو تشتري أشياء مش ضرورية يعني نوع من أنواع التفريغ أنك بتفرغ من طاقتك في إشي اسمه تسوق حاول أنك أنت تمسك حالك شوي بالمصاريف وراقب وضعك المادي أما بالنسبة لبيتك الثالث اليوم ممكن تنشطه في التحركات والاتصالات والتنقلات ويكون عندك أكثر من مشوار أو أكثر من مكان بدك تروح عليه حاول أنك أنت تنتبه من المجازفات أو المخاطرات أثناء التنقلات خوفا من الحوادث أو الأعطال أما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم أكثر اهتمام على أحد أفراد البيت ممكن يكون مريض أو تعبان أو ممكن مشكلة معينة بتلفت انتباهك فأنت حاول أنك أنت بعقلانية تتعامل في هاي الأمور بدون عصبية ودون تأفأف أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ تماما برضو من الحضوظ فما بدعمك لا بالحظ ولا على مجال العاطفي فأنت بتتعامل بطبيعتك ولكن احذر في ساعات المساء من سوء تفاهم بينك وبين الحبيب أو نقاش حد أما بيتك السادس فبدك تنتبه اليوم من تراكم الأعمال أو الكسل في إنجاز الأعمال أو التغيب أو التأخر وممكن هذا الإشيين حسب عليك وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي برضو فارغ لا في سلبية ولا في إيجابية بتتدخل في هذا المكان فهي طبيعتك هي اللي بتتعامل فيها أنت خلال هذا النهار ولكن أنه في ساعات الظهر دير بالك من جرعة عصبية ممكن تنفعل للحظة فتروح إلا أنت منيل كل اليوم أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أن الأمور برضو فارغة يعني ما بقدر أقول لك اعتمد على الحظوظ فيها ولا انتبه من شيء على حسب طبيعتك برضو بتقدر تتعامل مع بيتك الثامن والأمور المالية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه ما زالت الأمور جيدة على مستوى السفر والتنقلات والرغبة في السفر والاتصالات البعيدة واللي عنده امتحان اليوم رح ينجز إنجاز جيد اللي عنده اليوم جلسة قضائية رح تكون لصالحه الأمور إيجابية إجمالا على أي شيء العلاقة بالسفر والتنقلات والاتصالات الخارجية حتى تجديد إقامة أو تأشيرة اليوم رح تكون لمصلحتك حاول تنجز اليوم لأنه اليوم إيجابي ولكن من بكرة ببلش الحظوظ تنزل في هذا البيت أما بالنسبة لبيت السمعة فحكينا في بداية الحلقة عنه وعن البيت اليالي عشرة وحداش حكينا عنهم من البداية في توقعاتنا بداية توقعاتنا بيظل بيت المتاعب فمنقولك أنه بيت المتاعب شوي يعني فيه نوع من أنواع الضغط عليك النفسي فحاول أنك أنت تريح حالك راقب وضعك الصحي وحاول أنك تنتبه لغذاءك وحاول تأخذ قصة من الراحة برج العقرب يعني من يتقدم لامتحان أو مقابلة لازم أنه يستعد بشكل جيد خلال هذا النهار في ساعات العصر أو في ساعات الظهر تقريبا أو ما بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب للي بيبحث عن عمل اتجنب الخلافات ووسعى إلى تلطيف الأجواء ما هيك إحنا بنحكي عن البيت التاسع ومنحكي عن البيت العاشر فهذا القمر اللي رح يتحرك فيها خلال هذا النهار فحاول أنه اليوم أنت تستفيد من الأمرين اللي هي أمور الامتحانات والسفر والاتصالات والمقابلات رح تكون إيجابي وبرضو حافظ على سمعتك ومصالحك الاجتماعية من أي علامة استفهام ممكن تثير المشاكل أما بالنسبة لبيتك الأول فهو فارغ تماما يعني ما فيه إيجابية ولا سلبية في الموضوع فأنت بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة لبيتك الثاني بدك تحذر من المصاريف لزيادة والنفقات لزيادة وحاول أنك ترتب شؤونك المالية بطريقة عقلانية بدون تهور واندفاع أما بالنسبة لبيتك الثالث بدك تحذر في التنقلات والاتصالات والمواصلات القصيرة وخصوصا الامتحانات للفترات اللي هي ما قبل الثانوية العامة حاول أنك أنت تدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ ممكن اليوم يصير فيه اهتمام بعطل في سيارة أو في جهاز اتصالات وممكن يتعرض بعضك لبعض الإصابات أو الكدمات انتبهوا أثناء التنقلات أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه على مستوى البيت برضو ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوتر البسيط يعني اللي بضغطك ممكن تتذايق من تصرف أحد الأشخاص أو يتتعب في إنجاز شيء العلاقة في البيت فحاول أنك أنت تأخذ قصة من الراحة وما تجهد حالك زيادة وامسك حالك من العصبية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه الحضوذ العض الحضوذ إجمالا ما تعتمد عليها نهائيا خلال هذا النهار وحاول أنه أنت ما تدخل بمواجهات أو مشاحنات مع الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس فأمورك الصحية يعني شيئا ما جيدة ولكن لا يخلو الأمر من أنك أنت تراقب وضعك الصحي أو ممكن تراقب وضع صحي لأحد المقربين لا إلك ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المكللة لألك رغم التعب والإرهاق أما بالنسبة لبيتك السابع يعني أنا شايف أنه فارغ تماما لا في حض ولا في سلبية موجودة عليه فأنت بتعتمد عليه على حسب النشاط أو على حسب العلاقات بينك وبين الشركاء اللي أنت بطبيعتك معتاد عليها ولكن في ساعات الظهر أحذر من العصبية وأنك كثير مشكلة ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور برضو على مستوى الأموال ضغطة فبنلاقي أنه الفترة هاي مرهقة ماليا حاول أنك أنت تمسك حالك للفترة بس نتجاوز الفترة هاي وإن شاء الله الأمور بتصير لصالحة في بعض الحضوظ بيتك التاسع حكينا عنه في البداية وبيتك العاشر بيت السمعة حكينا عنه في البداية بظل أنه بيت العلاقات اليوم جيد جداً على مستوى العلاقات العامة ممكن اليوم تتواصل مع أصدقاء أو يتم دعوتك لحضور حفلي أو مناسبة وممكن يكون فيه لقاءات ودية أو نشاطات على مستوى العلاقات العامة أما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال ضغط عشان هيك منقول لك راقب وضع صحي قديم أو راقب وضع صحتك وراقب غذائك وما تحاول أنك تجهد نفسك ولا تدخل في أي شيء برهقك خلال الفترة هاي وما تأمن سرك لأي أحد لأنه ممكن استغلالك أو استغلال طيبتك وعواطفك خلال الفترة هاي مرج القوس تفحصوا حساباتكم المالية واحذروا من أي خطوة مالية جديدة في ساعات الظهر بتنشطوا في السفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة قيادة السيارة بين المدن أو بالشوارع المفتوحة القمر موجود في بيتك الثامن وينتقل على بيتك الثاسع فهيك الأمور بالنسبة للبيت الثامن والتاسع أما بالنسبة لبيتك الأول فأنت اليوم أحسن رح تكون نفسيا وخصوصا أنه القمر رح ينتقل للأسد وهو بيت صديق لإلك بيتك التاسع فرح يشحنك بطاقة عالية جدا وتكون نفسيتك أحسن خصوصا من ساعات الظهر يعني فبتقدر تنجز كثير من العمال خلال هذا النهار ولكن على المستوى المالي ما زالت الأمور مرهقة في شوي الضغوط على مستوى البيت الثاني كثير من المصاريف أو الأمور اللي بدها فوترة ممكن يصير في عندك نوع من أنواع الخسارة المالية أو فقدان بعض الأشياء اللي ممكن تركب عليك نوع من أنواع الديون أو الالتزامات القادمة انتبه من المصاريف الزائدة أو الضغط المالي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التنقلات والاتصالات رح تنشط فيها بشكل مباشر جدا في منكم ممكن يفكر في الخروج بنزهة أو برحلة أو بخروجي هيك مهما كانت المهم بده ينتبه أثناء التنقل من الحوادث أو من المغامرات تقدروا اليوم تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم ولكن بدون ما تعصب أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه ما زالت الأمور ضغطة على مستوى البيت في بعض المشاكل المنزلية أو العائلية أو أمور العلاقة في البيت ضغطة عليكم بشكل كبير حاول تمسك أعصابك وما تكبر الأمور زيادة عن اللزوم حاول أنك برضو ما تترك فجوات بينك وبين أهل البيت على أساس أن الأمور ما تكبر وتصلى مرحلة أنت ما تقدر تسيطر عليها أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض مع الحبيب أو مع الحض فعشان هيك الأمر باعتمد على طبيعة حياتك وكيف أنت بتتعامل في هاي المسائل بحسب بيئتك ومجتمعك وطبيعتك بتقدر تكمل أنت في هذا البيت إيجابيا أو سلبيا أما بالنسبة لبيتك السادس فالأمور ممتازة جدا على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتقدر تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لإلك أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور على مستوى الشراكة شوي فيها نوع من أنواع الحدية حاول أنك تمسك عصابك بتصير الأمور ممتازة يعني إذا قدرت تسيطر على عصابك تقدر تتواصل أنت والشريك وتضعوا حلول بعض المسائل العلقة ما بينكم أما بالنسبة لبيتك الثامن حكينا أنه الثامن والتاسع هذولا ذكرناهم في بداية التوقع أنا بشوف التاسع هو الأقوى رح يكون خلال هذا النهار أو الفترة القادمة عليك اللي هو أمور السفر والنشاطات والامتحانات والاتصالات الخارجية ولكن بدك تحذر أثناء التنقلات أما بالنسبة لبيتك العاشر فبدك تشوف نوع من أنواع الدبلوماسية أو الحكمة بأنه أنت ما تشوه سمعتك وتحافظ على كل إنجازاتك اللي أنت بتعملها بدون ما تفقدها في خلال الفترة هاي من ضغط على بيت السمعة ما تدخل بأي مجازفات أو عصبية أو شيء شوه سمعتك ما تدخل بمشاكل مع رؤساك بالحمل العمل أو زملائك بالعمل حاول أنك تنجز العمال وما تخليها تتراكم أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضاغطة على العلاقات ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تتعامل مع شخص يكون يتعامل معك على أنه صديق ولكن يكون عدو فهذا الإشي يستفزك خلال هذه الأيام أو يتصرف تصرف فيزعجك منه حاول تمسك عصابك وما ثور بعصبية عالية أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك فعشان هيك اللي بيعنده مرض قديم يحاول أنه يراقب وضعه الصحي إذا احتاج لاستشار الطبيب يستشيره حاول أنك تراقب غدائك هدوء أعصابك وحاول أنك تأخذ قصط من الراحة برج الجدي بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاول أنك ما تعمل أي إهمال أو التزام ما تقدر توفي فيه اتجاه الطرف الثاني أو الطرف الآخر في ساعات العصر أو في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول أنك تنفذ دون تردد وما تلتهي بأمور ثانوية ممكن شوي هيك يكون فيه نوع من أنواع الضغط على موضوع الالتزامات المالية خصوصا المالية المشتركة القمر رح يكون متواجد ما بين بيتك السابع وبيتك الثامن اللي احنا ذكرناه الآن فعشان هيك هو أكثر شيء رح يكون مركز عليك في الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك الأول فنفسيتك شوي مش شوي كثير مضغوطة عندك كثير من الضغط النفسي متوتر من مشحون بطاقة سلبية كثير من الأفكار سيئة بتيجي في ذهنك بتتذكر أشياء ومواضيع ما في داعي أنك تخليها تسيطر عليك حاول أنك تطلع من هذا الوضع بأي طريقة كانت أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف الأمور ضغطة على مستوى البيت الثاني على المستوى المالي بأرقك الموضوع هذا أو برهقك شوي بخليك كيكي تفكر في أشياء يعني ثانوية مش ضروري أنك تفكر فيها ممكن أنه أنت تتفشش في مشتريات مش ضرورية وأنا ما بنصفك في هذا الاتجاه أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا بقول لك أثناء تعاملك مع الغير بدك تكون حذر من العصبي والانفعال حاول أنك تمسك عصابك حاول أنك أنت تتحرك وأنت واعي لتحركاتك خوفا من الإصابات وخوفا من الحوادث ممكن تتعرض لإصابة لا سمح الله اليوم أثناء تنقلاتك أو ما ممكن من عصبيتك تتأذى أنت نفسيا أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو فارغ تماما ما في أي شيء بيضغطك ولا شيء بيكون معك يعني لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك أنت بتتعامل مع الأمور ولكن أنا شايف أن هميها للإيجابية أكثر في نوع من أنواع التواصل رح يكون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أن الأمور العاطفية شوي بتخفف عليك نوع من أنواع الضغط في عندك نوع من أنواع الحظوظ ولكن ما رح تستمر طيل النهار يعني لغاية ساعات العصر وبعدين تبدأ تخف أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المكللة إليك تقدر تتحرك بأكثر من اتجاه وممكن تراقب وضعك الصحي برضو حاول أنك تمسك أعصابك برضو في أثناء العمل من الانفعال والتهور أما بالنسبة لبيتك السابع والثامن ذكرنا أن القمر موجود فيها فالتأثير رح يكون منصب على هدول البيتين أما بالنسبة لبيتك التاسع في اليوم عندك كثير من الاتصالات الخارجية أو في منكم بفكر بالسفر أو التنقل اللي بعيد فعشانيك بتكون تتحركوا رح يكون الحظ حليفكم ويدعمكم خلال الفترة هاي ولكن احذر من السهيان أو من بعض الأمور اللي ممكن تشتت فكرك يعني أما نحذر من الأخطار يعني ولكن على باقي الأمور اللي عنده امتحان أو عنده جلسة قضية اليوم رح تكون لصالحه في أمور إيجابية اللي بده يجدد إقامته أو فيزته أو أمور إلها علاقة بالسفر فهي برضو ممتازة أما بالنسبة لها بيت السمعة فما زال ضاغط عليك يعني هو ضاغط تقريبا لسه ضايله كمان أسبوع وهو ضاغط فعشان هيك بنقول لك أنه ندير بالك من تشويه السمعة أو التصرفات المتسرعة الغير مدروسة ممكن تدخل بخلافات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول تمسك أعصابك إنجز الأعمال بدون تلأك أو تأخير لأنه ممكن إنها تتراكم عليك وتصير مرهقة عليك أما بالنسبة لها بيتك 11 فبيت العلاقات ما زال في نوع من أنواع التوتر بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف فإحذر من العصبية برضو في التعامل معهم ممكن إنه هيك يبطول عصبيتك في لحظة فحاول تمسك حالك أما بالنسبة لها بيت المتاعب فهو آمن تماما هي بتقدر تتحرك كنت واثق من نفسك وما في أي شيء يأثر عليك من الأعداء إنهم يكيدوا لك من وراء ظهرك فالأمور جيدة ومسانديتك بقوة برج الدلو طبعا القمر كان في بيتك السادس بيت الصحة ضغطك شوي والآن بدو ينتقل على الأسد يعني مقابلكو تماما فعشان هيك تكونوا شوي الفترة هاي مش إيجابية كثير فيها نوع من أنواع السلبية إلى بيوت ثانية ممكن إنها تعوض عشان هيك يبنقول كل يوم واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم في ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أن الأمور يعني نفسيتك على طبيعتها لا في شيء إيجابي ولا شيء سلبي ولكن احذر في ساعات المساء من التوتر أو العصبية أو أنك أنت الثور باتجاه بغنى عنه أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور بتضغطك من ناحية مالية فعشان هيك يحاول أنك تمسك عصابك أمسك جيبتك أمسك إيدك أمسك حالك أمسك أي إشي المهم أنه دير بالك من المصاريف والنفقات وما تتهور في أمور مالية لأنه ممكن تتعرض لخسارة مال خلال هذا النهار يعني الحظوظ مش دعمتك بشكل قوي فعشان هيك بدك تنتبه من المصاريف ومن فقدان الأموال أما بالنسبة لبيتك الثالث فما زالت الأمور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والمواصلات بتدعمك بشكل إيجابي بتقدر تتواصل مع أي شخص وتقنعه بوجهة نظرك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع في نوع من أنواع الاهتمام على مستوى البيت ولكن اليوم الاهتمام هذا ممكن يكون في نوع من أنواع السلبية عشان هيك بدك تمسك حالك من الانفعال والعصبية ما تعصب والثور وتخلق مشاكل على مستوى بيتك أو مع أحد أفراد البيت إخوة أو أخوات أو أب أو أم وحاول أنك تهتم في شؤون البيت بشكل جيد ممكن يكون فيه اهتمام بعطل أو تصليح أو ترميم منزلي أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور العاطفية ما زالت يعني مش قوية كثير ولكن نقدر نقول أنك تتعامل فيها على حسب وضعك يعني إذا كانت علاقتك ناجحة في الأمور ناجحة تتعامل بإيجابية إذا كان في نوع من أنواع المشاحنات تقدر اليوم أنت تختصرها وتنهيها أما بالنسبة لبيتك السادس فأحنا حكينا أنه القمر كان موجود في السادس والسابع بدون ينتقل على السابع فعشان هيك ذكرناهم في أول التوقعات أما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن يجيك نوع من أنواع الأموال يبتجيك عن طريق شراكي أو تعويض أو دعم خارجي ولكن مش من مجهودك أنت يعني أحد هو اللي يساعدك في هذا الموضوع وممكن تسترد بعض ديونك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم بتكثر عندك الحركة بالاتصالات والنشاطات الخارجية خصوصا مع أشخاص خارج البلاد وممكن أنه اللي عنده امتحان أو عنده إقامة أو عنده أمور قانونية اليوم تكون لصالحه أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه ما زال بيت السمعة ضاغط فعشان هيك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك حاول أنك أنت يعني تتعامل بحكمة مع زملائك بالعمل ورأسائك بالعمل بدون عصبية أو انفعال أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه علاقاتك جيدة وتقدر تستغلها وتستفيد منها ويساعدوك ويسندوك بالفترة هاي بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال ضاغط عليك فعشان هيك يبدك تحذر خلال الفترة هاي برضو من قصوصا اللي عندهم أمراض قديمة يراقبوا وضعهم الصحي انشعروا بنوع من أنواع الانتكاسة يحاولوا أنهم يسألوا طبيبهم أو يستشيروا طبيبهم يحاولوا أنه يراقبوا غذائهم يحاولوا ينجزوا العمال الضرورية فقط ويخلدوا للراحة ويحذروا من أشخاص بتعاملوا معهم على أنهم أصدقاء وممكن يكونوا أعداء لهم ما يأمنوا شر أشخاص ممكن تكيد لهم بالفترة هاي يحاولوا أنهم يتعاملوا بحكمة وحذر أيضا برج الحوت يعني بظل الحظ دعمكم لغاية ساعات الصباح أو لغاية ساعات نحكي الظهر طالما أنه القمر موجود بالسرطان ولكن عند ساعات الظهر أو ما قبل الظهر بس ينتقل للأسد بدك تنتبه لأنه بصير في بيتك السادس بدك تنتبه لصحتك أكثر وممكن يتراكم العمل عندك أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز كثير من أعمالكم البيت هذا متعب فعشان هيك راح تحسوا في نوع من أنواع الضغط خلال اليومين القادمات لأن القمر لما يكون في الأسد يكون مرهق كثير بالنسبة لألكم أما بالنسبة لبيتك الأول فنفسيتك شوي يعني في ساعات الظهر بتنضغط تذكر أشياء أو مواضيع أو قصص أو أحداث معينة فممكن أنك تنفعل أو تتأثر نفسيتك من هذه الأمور حاول ما تدخل بمواجهات نقاشات إشي يستفز أعصابك أو يضغط نفسيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو فارغ تماما لا حظ معك ولا ضدك فعشان هيك وضعك طبيعي هو اللي أنت راح تعتاد عليه خلال هذا النهار ولكن حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم ممكن يكون عندك كثير من التحركات والاتصالات ولكن حاول أنه في أثناء تنقلاتك أنه تنتبه وما تغامر خوفا من الحوادث أو الإصابات حاول أنه برضو نفس الإشي أنه أنت بتقدر اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية ولكن بدون عصبية أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف بيتك الرابع بأخذ انتباهك شوي أو بلفت انتباهك شوي أو بده اهتمامك شوي حاول أنك ما تقصر اليوم اتواصل مع أهل البيت أو بأمور إليها علاقة بالبيت ممكن تهتم في أمر العلاقة بالتصليح أو بالصيانة أو بالترميمات أو اهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فقلنا أنه الأمور جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بدك تنتبه من ردات الفعل ومن العصبية ومن أمور أخرى ممكن أنها تظهر على الساحة فبدك تكون حذر أثناء تعاملك مع الحبيب واحذر أنه ما في حظوظ يعني ما تعتمد على الحظوظ خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فأحنا ذكرناه في البداية أما بالنسبة لبيتك السابع فأم نقول لك على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور جيدة ممكن تتواصل مع الشركاء أو تضع بعض الحلول ما بينك وبين الشركاء الأمور رح تكون إيجابية ممكن أنك أنت اليوم تتوصل لحل أو تحلوا مسألة عالقة أو شيء يعني في نوع من أنواع الخلافات كانت تقدروا اليوم تنهوها أما بالنسبة لبيتك الثامن فأقول لك قلل من المصاريف قد ما بتقدر ما في داعي تلزم حالك بأمور أنت ما بتقدر أنك تنجزها بخلال هذه الفترة أما بالنسبة لبيتك التاسع اليوم في عندك نشاط ذهني عالي جدا وفكري ممكن اليوم تهتموا بنقاش العلاقة بالفلسفة أو بالدين أو دراسة موضوع بهذا المجال أو إشي العلاقة بالسياسة حاول أنك أنت برضو ما تتحذب أو تحذب على أمر أنه هذا الأمر بتعلق فيه أنا فبدي أنا أعمل هذا الإشي يعني بدون عنادي حاول أنك تحل الأمور ممكن منك هنا أشخاص تنشط بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو طلب دعم من الخارج أو من أشخاص خارج البلاد الأمور كلها رح تكون لصالحكم واللي عنده جلسة قضائية اليوم برضو رح تكون لصالحه أما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور يعني لا هي إيجابية ولا هي سلبية ولكن حاول أنك أنت تحذر من المجازفات بما أنه القمر موجود في بيت سادس وبدو يصير مقابلك وثامن فمعناته الفترة هاي رح تكون ضغطة على مستوى بيت السمعة فما تعمل أي شيء يشوه سمعتك وحاول تنجز أعمالك بدون تلكو وما تخليها تتراكم عندك أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضغطة بالنسبة لعلاقاتك العامة أو مع الأصدقاء حاول أن هذا اليوم تحديدا أنك تحذر من علاقة أو من صديق متخفي يعني شخص متخفي وراء صداقة يحاول أنه بيكيد لك أو بتآمر عليك أو ممكن يفشي سرك يعني زي اللي بطعنك بالظهر حاول أنك تكون حذر من هذه النقاط وتعامل بنوعية هيك من العقلانية في العمر بدون عصبية وبدون حدية وتجاوز هذه الأمور في منك ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ما يغضب وما يتحسس من تصرفات الأشخاص اللي رح يكونوا موجودين في هذا المكان أما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال برضو ضاغط عليك فعشان هيك ما نقول لك دير بالك لأنه الشمس لسه ما وصلت لك كل موليد برج الحوت فعشان هيك الضغط بضل ضاغط على كل برج الحوت فشعروا أنه في نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب يعني قواهم لسه ما انشحنت بمناعة عالية أنهم يقاوموا الأمراض أو يقاوموا الصدمات فاللي عندهم أمراض مزمنة أو مرض قديم يحاول أنه يهتم بصحته وانشعر بأي شيء جانبي أو أعراض جانبية بتستدعي أنك أنت تستشير طبيبك فأنا بقول لك لا استشير طبيبك الأمر ضروري في هذه الفترة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وتراقب غذائك وتحاول أنك تخلد إلى الراحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء